اشتركوا في القناة ولو بالشيء اليسير لكي نذكر أنفسنا ولد الإمام صلى الله عليه محمد الباقر يوم الاثنين من غرة رجب سنة سبعة وخمسين للهجرة في المدينة المنورة وكما هو معروف أبوه الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه الإمام زين العابدين وسيد الساجدين الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه أمه الماجدة الفاضلة فاطمة بنت الإمام الحسين المجتبة وفي هذه المناسبة أريد أن أقف على أم الإمام مقام أم الإمام وفضل هذه المرأة العظيمة أم الإمام الباقر سلام الله عليه وكثير من الناس لا يعرفون مقام أمهات الأنبياء وأمهات المعصومين سلام الله عليهم أجمعين كثير من الناس لا يعرفون هذا المعنى لا يعرفون مقام أم النبي مقام أم المعصوم سلام الله عليهم أجمعين فأريد أن أبين بهذه المناسبة مقام هذه المرأة الصالحة هذه المرأة العظيمة التي أنجبت الإمام محمد بن علي الباقر سلام الله عليهما فاطمة بنت الإمام الحسن هذه المرأة أشاره إلى مقامها الإمام الصادق سلام الله عليه ماذا قال عنها يذكر الشيخ عباس القمي في منتهى الآمال والذي يسيح في كتب التاريخ في ترجمة حياة الإمام محمد الباقر يجد هذه الأقوال وهذه المعاني يقول الإمام الصادق سلام الله عليه صادق أهل البيت يقول لم يرى أخواني التفتوا للتعبير لم يرى أو لم يدرك في آل الحسن صديقة لم يدرك في آل الحسن أمرأة مثلها صديقة لم يدرك في آل الحسن أمرأة مثلها ومقام الصديقة مقام عالي يعني عندما نقول صديقة أو الأمة سلام الله عليهم يقولون صديقة وهنا شيء مهم أشير إليه الأمة سلام الله عليهم أهل البيت سلام الله عليهم عندما يعطون شهادة لشخص هذه الشهادة حقيقية وليست شهادة من باب المجاملة كما هو معروف عند الناس لا وإنما شهادة حقيقية إنه عندما يقول الإمام الصادق عن فاطمة بنت الإمام الحسن سلام الله عليه صديقة لم يدرك في آل الحسن أمرأة مثلها ما معنى ذلك معنى ذلك وصلت إلى مقام عالي ومن خلال القرآن الكريم نعرف مقام هذه المرأة أم الإمام الباقر سلام الله عليه الذي بقر العلم بقرة القرآن الكريم يشير إلى هذه الصفة إلى هذه الخاصية في آيات كثيرة ولكن باختصار أشير إلى آية واحدة ذكرت في مريم أم عيسى سلام الله عليها وأمه صديقة وأمه صديقة القرآن يشير إلى مقام مريم سلام الله عليها الصديق والصديقة صيغة مبالغة في مسألة الصدق ويذكرون معاني للصديق وللصديقة بأنه الذي لازم الحق يعني الصديق الذي لازم الحق والصديقة أيضا كذلك والذي صدق بما جاء به الأنبياء الصديقة كذلك التي صدقت بما جاء به الأنبياء فهنا الصديق يعني الملازم للحق الصديقة يعني الملازمة للحق وهذا معنى عالي وهذا معنى عظيم أنه الإنسان يصدق بالرسالات يصدق بما جاء به الأنبياء سلام الله عليهم ويكون ملازم للحق هذا معنى عالي ومن هنا جاء معنى الصديق أنه مبالغة في الصدق إذن أم الإمام سلام الله عليه كانت صديقة وكما قال الإمام الصادق عنها وهذه شهادة من الإمام الصادق عليه السلام لها إذا عرفنا هذا المعنى نأتي إلى قضية مهمة وهي أنه الصديق أو الصديقة وبما أنه نحن نتكلم عن أم الإمام الباقر عليه السلام نذكر أنه مفردة الصديقة الصديقة عندما تصل إلى هذا المقام أو المرأة عندما تصل إلى هذا المقام الله سبحانه وتعالى يعطيها خير الدنيا وخير الآخرة خير الدنيا تحصل على المكان السامي في قلوب الناس الله سبحانه وتعالى يجعل أفئدة من الناس تهوي إليها يحبونها يطلبون حوائجهم منها باعتبارها صديقة مقربة من الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يعطيها الكرامات يعطيها المناقب يعطيها الفضائل أم الإمام الباقر سلام الله عليه فاطمة بنته الإمام الحسن الله سبحانه وتعالى أعطاها الكرامات وأعطاها المناقب وأعطاها الفضائل بحيث الرواية تنقل عن الإمام الباقر سلام الله عليه الإمام الباقر سلام الله عليه نقل هذه الرواية التي هي أثر من آثار التصديق أثر من آثار الصديقة وهي فاطمة سلام الله عليها هذا الأثر له هذا اللقب أو هذه الصفة لها أثر في الحياة في الدنيا لها أثر في الشؤونات الدنيوية هذه الرواية التي سوف أنقلها هي أثر من آثار الصديقة فاطمة أم الإمام الباقر سلام الله عليه يقول الإمام الباقر سلام الله عليه كانت أمي اكتفتوا أخواني للرواية كانت أمي قاعدة عند جدار هذه الرواية يرويها الشيخ عباس القمي في منتهى الآمال في حياة الإمام الباقر سلام الله عليه كانت أمي قاعدة عند جدار وتصدع أو فتصدع الجدار وسمعنا هده شديد جدار أراد أن يقع فقالت بيدها سلام الله عليها لا وحق المصطفى ما أذن الله لك في السقوط فبقى معلقا فتجاوزته أو حتى جازته فتصدق عنها الإمام زين العابدين سلام الله عليه بمئة دينار بمئة دينار تصدق عنها إذن هذا أثر من آثار التصديق من آثار الصديقة وهذه الرواية كما نقلتها هي أثر من آثار الصديقة الطاهرة فاطمة بنت الإمام الحسن سلام الله عليه روي عن إمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال لما حضر علي بن الحسين عليهما السلام الوفاة ضمن إلى صدره ثم قال يا بني أوصيك بما أوصان به أبي عليه السلام حين حضرته الوفاة وبما ذكر أن أباه أوصاه به قال يا بني إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله كما ذكرت بأنه آثار التصديق آثار الصديقة يعني المرأة ونحن في مقام ذكر أم الإمام الباقر سلام الله عليه أنه هناك آثار دنيوية هناك آثار في مساحة عيشه يعني يستطيع أن يتصرف في بعض الأمور الله سبحانه وتعالى يعطيه يعطي الكرامات ويعطي الفضائل للمرأة الصديقة وأعطاها لفاطمة بنت الإمام الحسن سلام الله عليه قد يسأل سائل ويقول يعني مسألة الكرامات وهذه المسألة التي ذكرتها بأن الجدار أراد أن يقع وبقي معلقا حتى جازته سلام الله عليها هذا المعنى قد أنه بعض العقول تقصر عن إدراكه في مسألة الكرامات وفي مسألة الفضائل للصديقين والصديقات طبعا أخواني وعزائي مسألة الكرامات ومسألة المناقب والفضائل طبعا لكل مفرد تعريف لكن هذه الكرامات التي تحصل للأولياء هي كأنه متفق عليها بين المذاهب متفق عليها بين المذاهب والذي يحب أن يراجع سيرة علام النبلاء أو طبقات الشافعية يجد هذه المعاني موجود في مسألة كرامات الأولياء أنه فلان حصلت له كرامة كذا فلان حصلت له كرامة كذا يذكرون الذي يحب يراجع هذه المصادر يجد هذا المعنى في باب كرامات الأولياء وحتى السفاريني الحنبلي السفاريني الحنبلي عند منظومة كاملة من ضمن منظومته يذكر كرامات ومناقب الصالحين ومناقب الأولياء وهذا البيت الذي جاء في منظومته السفاريني الحنبلي يقول وكل خارق أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصح يعني هذا متفق عليه في مسألة الكرامات للصديقات وللصديقين إذا عرفنا هذا المعنى نأتي إلى أمر مهم وهو درس نستفيده في هذه المناسبة أنه هل تستطيع المرأة أن تصل إلى مقام التكامل أنه ذكرنا بأن أم الإمام الباقر سلام الله عليه بنت الإمام الحسن فاطمة وصلت إلى هذه المرحلة والإمام أعطاها هذه الشهادة الصديقة لم يدرك في آل الحسن مرأة مثلها هل تستطيع هذا الدرس نستفيده الآن وهذه الحقيقة نستفيدها الآن هل تستطيع أن تصل المرأة إلى الكمال نعم تستطيع المرأة أن تصل إلى الكمال وهناك آيات قرآنية كدليل على ما أقوله ضمن الآيات بسم الله الرحمن الرحيم ليس للإنسان إلا ما سعه السعي السعي يعني التكامل والإنسان تشمل الذكر والأنثى فيستطيع الإنسان أن يصل إلى الكمال الكمال يستطيع عن طريق السعي والكمال يعرفون الكمال هو مطابقة القول للفعل أو مطابقة العمل للعلم الإنسان عندما يقول شيئا يفعله يصل إلى مرحلة الكمال المرأة أيضا عندما تقول شيئا تفعله تصل إلى مرحلة الكمال الإنسان عندما يعلم شيئا يعمله يصل إلى الكمال بصورة تدريجية يصل إلى مرحلة من الكمال طبعا الكمال النسمي الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى فتصل المرأة إلى هذه المرحلة تصل إلى مرحلة الكمال وليس للإنسان إلا ما سعه تصل إلى مرحلة الكمال وتصبح من النساء اللواتي وصلنا إلى مرحلة عالية ويذكر لنا التأريخ كثير من النساء وصلنا إلى مرحلة عالية من الكمال مثلا زينب صديقة الصغر مثلا أم البنين سلام الله عليها التي يذكرها المهرخون ويذكرون في ترجمة حياتها أنه كانت أمرأة صالحة عفيفة طاهرة وكانت تحمل طهارة عالية كانت عابدة كانت ساجدة إلى آخره وصلت إلى مرحلة عالية والمرأة تستطيع أن تصل قد يسأل سال يقول عندنا مثال لذلك نعم ذكرت أمثلة والقرآن ذكر مثالا واضحا واضحا جدا في آسيا بنت مزاحم قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة يعني هذه الآية لو تأمنا فيها وتأمنا في هذه القائلة هذه المرأة التي وصلت إلى الكمال في الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كملة من الرجال كثير ولم يقمل من النساء إلا أربع آسيا بنت مزاحم خديجة بنت خويلد مريم بنت عمران وفاطمة بنت محمد اللهم صلي على محمد وآله محمد وصلنا إلى مرحلة من الكمال مرحلة من الكمال ولذلك آسيا بنت مزاحم يعني الذي يطلع على حياتها كانت في قصور مشيدة وعند طاغية كبير معادي كان فرعون قصر معادي خدم وحشم وحلي وحلل لكن هذه المرأة وصلت إلى مرحلة الكمال بحيث تركت كل ما في الدنيا لأنها كانت موحدة كانت لها علاقة مع الله سبحانه وتعالى وصلت وصلت عن طريق التكامل عن طريق العمل عن طريق الفعل وصلت إلى مرحلة عالية بحيث القرآن يذكرها ويذكر ما قالت قالت ربي لا أريد هذا القصر الآن الموجود وإنما أريد بيتا عندك ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة فتستطيع المرأة أن تصل إلى مرحلة الكمال هنا شيء مهم أنه المرأة تصل إلى مرحلة الكمال مرة المرأة المتزوجة مثلا قد تسأل امرأة تقول أنا متزوجة مثلا كيف أصل إلى مرحلة الكمال تأتي هنا الروايات لا تقول بأنه الروايات تقول لها عليك أن تؤدين حقوق الزوج حقوق الأولاد حقوق الرب الحقوق الملقات على عاتق المرأة المرأة إذا طبقت هذه الحقوق إضافة إلى العبادة إضافة إلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى تستطيع أن تصل إلى مرحلة الكمال ولذلك الإمام سلام الله عليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يشير في كلامه يقول سلام الله عليه كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعيته الأمير راعن والرجل راعن طبع الأمير راعن على الناس ويدير شؤونهم يرحمهم يؤدي ما عليه اتجاه الناس وكذلك الرجل في بيته والمرأة أيضا والمرأة أيضا وعندما تصل المرأة تصل إلى الكمال عن طريق الأوامر تطبيق الأوامر التي جاءت إليها من السماء تصل إلى مرحلة عالية وهنا نستفيد نستفيد شيئا مهما إنه المرأة الصالحة المرأة التي تصل إلى مرحلة الكمال تسعد المجتمع ترفض المجتمع بجيل صالح ولذلك الحافظ إبراهيم ماذا يقول الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي شعبا طيب الأعراقي تصل عن طريق المرأة عن طريق الكمال عن طريق الطاعة لله سبحانه وتعالى تصل إلى مرحلة الكمال بحيث ترفض هذا المجتمع بجيل صالح هذا الجيل هو الذي يفيد المجتمع وهو الذي يخدم المجتمع وهو الذي يخدم الناس ويخدم مطنه ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يتوجه إلى ربه لأن الأساس صالح وإذا كان الأساس صالح يكون الفرع صالح إذا كان الأصل صالح يكون الفرع صالح والله سبحانه وتعالى ينزل الرحمة على الناس ويرحمهم في الدنيا وفي الآخرة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة